ناس لا بهمون الدين ولا العقيدة ولا التوحيد ولا ايش اذا سبب البلاء والله الذي لا الى غيره لو حكم الناس في العدل مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله والناس مقيمون على المعاصي والشرك والبدع ما افلحوا وما نجحوا في الدنيا ولا في الآخر ما بيفلحوا اشاكي رب العزة والجلال قال ذلك بان الله لم يكم غير النعمة انعمها على قوم حتى يغير ما بانفسه قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسه واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال والمشكلة اما الناس رجعت لي الله ما بتتحل لانه وريني الليلة زول في بلدنا دي ولا بر بلدنا اعدل من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا قاك انت حاكم كذي اعدل من عمر ابن الخطاب في الدنيا دي لا قاك بعد ابي بكر الصديق رضي الله عنه لا قاك انت ما بعد عام الرمادة العام الجاع فيه والناس كان في زمن عمر رضي الله عنه لانه الله قال ولنبلونكم الله بامتحنك الله بامتحنك سبحانه وتعالى وليا كالصحابة فيهم القصة لما مرقل الاستسقاء قال العباس رضي الله عنه اللهم لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة اللهم تبنا اليك فرفعنا البلاء فانزل الله المطر امتحط المشكل لكن بلد جب افضل زول خليه ابقى حاكم فيها ام الضائم مالو قالوا الله العيش ذات العيش بجنه يا امه وحفلة لودللمين بخمسين جنه وبقيفه صحوف في العيش والحفلة نادي الضباط بتمليه انت حل المشكلة العيش بجنه وكيس الصعود بخمسة جنه والصعود ما وقف ولا ببيت ذاته ملان كر 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 لما انسوه صف ذاته انا جفت صف الصعود بردو انا بردو جابو دين صف بس صف جيب صعود داري خد صفة ذاته زاجه رايق والله الذي لا يلا غيره ما بلاوي في البلد دي انا كان يا اخي قباب شغاله لا على ضرائب لا زكاه لانه الله ما بيقبله ولا فيه كذا ولا حق عتب ولا دمغة ولا يشه زول رابس لسروال وعراقي وخدت لك ورا والنساوين يجوا ارموا في القروش تتقربوا لمنوته هو الميت دار قروش داخله واسك انا ادو قروش داخله الميت داخله يخد تاوين الكفم فيه جيب ومشى الاخرى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله شنو بقلب سليم يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني شنو مالية مالية هلك عني سلطاني ولذلك بلاوي شغال في البلد يا اخي زا كان دعاة الشرق شغالين في التلفزيون زول بيجيبوا في التلفزيون يا ناس في النيل الازرق وفي غيره يقول لنا جدي الكباشي الله داو كون فيكون يقول لشي كون فيكون وفي مرأة ولا راجل عارض الشيخ لما انجي المرأة جات تلد مرقت منا كديسة ما زول يعني ادخل كديسة دي كان جوا بطن الوم جات مرقت فو كديسة جاره ساكلا فار من بطن الوم جات دا في التلفزيون اذا دكتور في جامعة مدرماء اسلامية بدرس كلية الطب كلية الطب بدرسهم تفسير صلاح الدين بدو الخنجر بيقول نحن في السودان الشيوخ بدو المطر والمطر بحسب الطلب عجبك عجبك ما عجبك افتح بلاغ في الشرطة والله قال ارضين بينات سرابة او تقنت فيهطل المطر لفظة كدي قال فيهطل المطر منها هنا ولا يهطل منها هنا ليه لا نذيل دفع البياض مطر ذات ابتجي محددة مطر ذات ابتجي محددة للناس اللي يدفع البياض مفلسين ما عندهم مطر والله والله سبحانه وتعالى قال فرأيتم الماء الذي تشربون اأنتم أنزلتموه من المزن شوالقرآن دا واضح كيف انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون تشكروا منه الله سبحانه وتعالى ينزل المطر دي بلدنا دي كده الدين ملقبتنوا واحد جايبينو في غنمنا الغنوات حالك شريط ولابس بدلا ما لابس كرافيتا ما دارد خنق بخنق فينا نحن وكل باطل كرافيتا مهم الزول جايبينو قال نحن جدا نبي عديل كديرا سودان دا جدا نبي قال نوح عليه السلام ولد ثلاثة أولاد واحد من أولاده ولد سيدنا السودان دا نبي قال اسمه سيدنا السودان والولد التاني قال اسمه سيدنا البجا تلقو في كتاب التاريخ لليعقوبابي فتش كتاب التاريخ وده سانيد وين جزاك الله خير سانيد وين وبلاؤي تقيلة جدا ومصائب ودي في بلدنا واحد في الحاج يوسف واقف في حلقة بتاعت واحد برمي الناس وقال بيقرأ وكذب مكرافون برمي الناس قالت جبريل نزل في الحاج يوسف ونزل في الحلقة وهبشني بيطرف جناح وجناحهم سخين قال جبريل عليه السلام يقال في البلد بلد دي تمشي وين قد دا والله إذا كان الكورة الناس بخشوا يتعلعبوا كورة بيشجعون أكثر من المصلين وإذا تدخش المسجد تتكلم في الدين تلقى ورقة مكتوبة ممنوع الحديث ما جامعكم دا ما شاء الله مسلك الله يستر بعد المحاضر قالت أموره ما شاء المساجد تلقى والله ما يكاد تدخل مسجد ما تكاد تدخل مسجد إلا يمنع الكلام لا دي بتفكر كيف جماعة يقول لك مسائل خلافية وين واحد في مسجد الروضة قبل ستة ولا سبعة سنوات بمشي لون أول ما شاءت وقفت واحد دفرني للمحراب كر قال لي ما في كلامنا قلت له وين في الكنيسة نمش ولا في الناد دا بيت الله ذات كلام الله في بيت الله تمنعه ساوي إذا عجلت في بيت الله واحد وراء قال لي الله يكتلك قال لي واحد وراء قال لي الله يكتلك والذي رفع السماء بغير عمد ترونها الزولة ما عد أيام وادو المستشفى جاتوا جلطة وادو بعد أيام مقابل لما اتفع ربية ما مات وقتي الزولة اللحم وعروق نزلت في الوطى ويتألم يتألم يتألم لما مات جيت الجامع بعدها ادواني الماكرافون قلت له الحاصل شنوذي كرامة كرامات كيف موضوع ده كيف وانا ما دعيتم كان في كرامة الله استجاب لعزول بس دعا ودي ما ضد الدين ما كرامات القوم ده بعد اتكلمت قاعدوا ناس اللجنة قالوا الحديث في المسائل الخلافية ما بجوز هنا ما بجوز انت تخيل مبجوز ده ما حكم شرعي ما بجوز ما ذا أي دليل وما بجوز قلت له خلاص انا ان شاء الله ما بتكلم في مسائل الخلافية الزل دخل الجامع بعد الصلاة لقى في توبه نجاسة دي مسالة خلافية هالصلاة صحيحة ويغسل النجاسة بس واللي غسل النجاسة ويعيد الصلاة تاني والراجح انها صحيحة ومن يعيد الصلاة دي مسالة خلافية الصلاة ذاته الزل يقبض واللي يزدل مسالة خلافية لكن الصحيح انه يقبض لأنه موافق لفسهم كذا 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 خلافية أنا مسائل خلافية ما بجيبها إن شاء الله تكلم لكم في مسألة ما في خلاف أصلا بين مسلمين أيوة التوحيد ده كيف ودي الخلافية ذاته قال الله واحد دي خلافية جماعة في بلدنا دي تمشي لك الدام الله واحد دي خلافية وما لقين ناس في الإعلام إلا من رحم الله بتكلموا في الموضوع ده ما بزوغوا منه بل إذا تكلمت فيه بصنفوك ونبزوك زي زمان زي بدري إنا لنراك في ضلال مبين قالوا عليه نوح عليه السلام قالوا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام إن كاد ليضلنا ليضلنا رسول بضل لا أبضل في نفسه ولا أبضل للغيره صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبك وما غوى إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها قال تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا بعد قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ولذلك يا جماعة الآن موضوع التوحيد بيحتاج مننا والله إليه وكفر وده الحل وده المخرج ما في مخرج غيره ناس إذا وحدت الله سبحانه وتعالى واعتمدوا على الله وحاربوا الشرك بالله سبحانه وتعالى فتح الله عليهم في الدنيا وفي الآخر وإذا تركوا التوحيد غضب الله عليهم والليلة ضد التوحيد شغال في البلد شيرك شغال من أوسع بوابه يا أخي زولي صلي يا أخي في الصلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين يعاهد الله سبحانه وتعالى ما بنعبد الله إنت وما بنستعين بغيرك بغيرك امرك بر يا عتر يا فلان الحقن يا فلان فزعن وأسق الله في الصلاة وإياك نستعين تاجي القربة بذليل جاء إلى الله سبحانه وتعالى عربية دارة قلب واللي بيت مطر نزلت دار انزل العرش فيه بذليل جاء إلى الله سبحانه وتعالى تلقيل جاء للمخلوق قال تعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ترجمة نانسي قنقر